موسيقى وزير الدفاع الوطني وشيح موديل التعليم بكلية الدفاع لمجموعات الخمسة بالساحل ويستقبل وقتا من الاتحاد الأوروبي وزير الداخلية والمركزية يشرف على إطلاق البعثات المكلفة بتقييد المواطنين الذين لم تشملهم عملية التقييد في السجل الوطني البيومتري للسكان البيان الختامي للجمعية العامة الرابعة لأعضاء التحالف الساحل يشدد على ضرورة الدعم التكامل والتضاون الإقليميين لمواجهة التحديات في المنطقة أهلا بكم من جديد وشح وزير الدفاع الوطني السيد حنال نورسيدي مساء أمس في مقار الوزارة بنواقشوت بوزام فارس في نظام الاستحقاق الوطني العقيد جيرون بوجي مدير التعليمي في كلية الدفاع لمجموعة الخمس في الساحل ويأتي هذا التوشيح الذي جرى بحضور السفير الفرنسي لدى بلادنا السيد أليكساندر كاسيو دعم للجهود التي بدلها خلال مأمورية توليه إدارة التعليم في كلية الدفاع لمجموعة الخمس في الساحل جرت مراسم التوشيح بحضور قائد كلية الدفاع ومدير علاقات والملحق العسكري الفرنسي كما استقبل وزير الدفاع الوطني السيد حنان ناول سيدي مساء أمس في مكتبه وفدا من الاتحاد الأوروبي برئاسة الممثل الخاصة للاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل السيدة إيمانيال ديري تطلق اللقاء إلى بحث مسيرة التعاون بين بلادنا والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات أشرف وزير الداخلية واللمركزية مساء أمس في مقار الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في الواقشوت على إطلاق البعثات المكلفة بتقييد المواطنين الذين لم تشملهم حتى الآن عملية التقييد في سجل الوطني البيومتري للسكان تدف هذه الحملة المكثفة والتي تدوم ستة أشهر إلى إكمال عملية إحصاء المواطنين قبل 31 من شهر دجمبر من العام الجاري عبر تبسيط الإجراءات وتقريب الخدمة من المواطنين في البلدية الريفية غير المربوطة بالشبكة بهدف إكمال عملية تقييد جميع المواطنين على عموم التراب الوطني في السجل الوطني البيومتري للسكان من خلال تبسيط الإجراءات وتقريب الخدمة من المواطنين في البلدية الريفية غير المربوطة بالشبكة ستنطلق هذه البعثات المكلفة بتقييد جميع المواطنين الذين لم تشملهم حتى الآن عمليات التقييد في السجل الوطني للسكان من أجل القرم للمواطن والانفتاح عليه وحل جميع مشاكله بسهولة وبيسر وباحترام تأتي هذه الحملة الوطنية من أجل مسح الجيوب المتبقية من المواطنين لما فاتوا حصلوا للحالة المدنية ثم تعرفوا عن الحالة المدنية الحصول عليها شرط أساسي للولوج والخدمات الأخرى معناها أن أسرة عندها أطفال ما فاتوا حصلوا للحالة المدنية ما يجدوا يقسر المدرسة وحد ما عنده حالة المدنية ما يجدوا يسافر وحد ما عنده الحالة المدنية ما يجدوا يعدل عملية شراء ولا بيع وفي التالي لولوج الحالة المدنية شرط أساسي للاستفادة من باقي الخدمات الأخرى ولذلك طبقاً لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية أطلت تعليمات القطاع الداخلية من خلال الوكالة الوطنية لاستجيل للسكان والرثائق المؤمنة في القيام بهذه الحملة لمدتها ست شهر على عموم التراب الوطني ولهي تشمل جميع الولايات وجميع المقاطعات وجميع البلديات وجميع القرى وجميع الأرياف إياك كل مواطن يجاه في قريته وفي خيمته وفي تيكيته يؤكد أنه عنده حالة مدنية والله ما عادت عنده اندار سجل الحالة المدنية وهذه العملية يشرف عليها اللجان من السلطات الإدارية والقضائية والأمنية والمنتخبين بالإضافة لطواقم الوكالة الوطنية ومجه للجميع نداء ودعوة ملحة للجان أن هذه العملية يعطوها ما تستحق من الأهمية ومن الوقت ومن الجهد إياك يوصلوا لكم المواطنين ومجه دعوة لكم أنتم طواقم الوكالة الوطنية أنكم تعودوا قريباً من المواطنين وتنزلوا مستواهم وترفقوا بهم وترحموا بهم إلين يتمكنوهم من الولوش لهذه الخدمة لأن واجب قطاعنا عنه يمكنهم من هذه الخدمة ويمكنهم منها في ظروف كرامتهم وبيسر وبسهولة وهذا لهي يعود عنده فائدة مزدوجة من ناحية يمكن جميع مواطنين يعودوا عندهم حقهم لحالة مدنية يوصلوا له ويستفادوا من الخدمات الأخرى ويمكن الوحالة في نفس الوقت المدنية عنها عن نهاية السنة تكفر استيشل ويعود استيشل لا يدخلوا إلى الموالد المجودة وسيستفيد من هذه البعثات مائة وست بلديات لا تتوفر على مراكز للحالة المدنية وذلك في ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي والعصابة وقرقل وقدماقة بالإضافة إلى ولاية البراكنا على أن يتم توفير هذه الخدمة اتباعا في باقي البلديات التي لا تتوفر على مراكز للحالة المدنية قد وزير الاقتصاد والتنبية المستدام رئيس المجلسي وزراء الدول لمجموعة الساحل الخمس السيدة عبدالسلام ومحمد صالح أمس في نواقشوت لقاء مع تحالف الساحل وبعض الشركاء المجموعة ويهدف هذا اللقاء إلى توضيح التحديات التي تواجهها المنطقة وتفعيل العلاقات بين اللجنة التنفيذية لمجموعة الساحل وتحالف الساحل من جهة والشركاء من جهة أخرى كما تهدف عفوا إلى تشخيص المحاور التي ستحسن مجموعة الساحل في الجانب التنووي والحكام الرشيدة والأمن ويضم جدول عمال الجلسة تقديم عرضا عن وضعية الشراكة والمشاورات وتحسين العلاقات مع مجموعة الساحل وسبب تطويل علاقات مع دول الساحل كما سيتم خلال اللقاء تقديم عرضا من طرف الشركاء عن مقاربة الشراكة والتنسيق بينهم ورحب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة بالوفود المشاركة في الجنبية موضحا أن هذا الاجتماع يهدف إلى طرح خارطة الطريق التي رسمتها موريتانيا لعادة إطلاق أنشطة المجموعة والسعادة الثقة مع الشركاء جدد عضاء تحالف الساحل خلال جمعية العامة الرابعة المنعقدة أمس في نواقشوط التأكيد على شراكتهم مع مجموعة الدول الخامس في الساحل وشدد البيان الختامي للجمعية العامة صادر مساء أمس على دورات التعمي التكامل والتضاول الإقليميين ومواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وتعزيز وتنسيق الدعم لتلبية الاحتياجات الملحة لسكان منطقة الساحل الجمعية العامة لتحالف الساحل في دورتها الرابعة التي احتضرتها العاصمة نواقشوط توجدت أشغالها بعد السلسلة من العروض والنقاش باتخاذ جملة من القرارات المهمة والتوصيات التي جددت تأكيد تحالف الساحل على شراكته المستديمة مع مجموعة الدول الخمس في الجلسة الختامية تسلمت ألمانيا من المملكة الإسبانية الرئاسة الدورية للجمعية العامة لتحالف الساحل وهي المناسبة التي أعلنت خلالها وزيرة التعاون الاقتصادي والتنبية السيدة سيفينيا تشولس عزم ألمانيا أن تظهر للشعوب منطقة الساحل أنها إلى جانبهم وأن الدعم الذي ستقدمه لدول منطقة سيحدث الفرق والتزمت دولماسية الألمانية في بداية ماموريتها الهديدة بخلق المزيد من الوظائف وفرص التكوين وبتغطية أفضل للاحتياجات الأساسية في منطقة الساحل وبعد المداولات والاستماع إلى جميع العراء والمخترحات التي تقدم بها المؤتمرون تمت سياغة البيان الختامي في خمس توصيات أولها دعم التكامل وتضامل الإقليميين لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة ثم تعزيز وتنسيق دعم الدول الأعضاء في التحالف لتلبية الاحتياجات الملحة للسكان منطقة الساحل على أساس التزامات متبادلة ومحددة التوصية الثالثة أكدت الاتزام الجماعي بتنفيذ الاستراتيجية المستقبلية حسب الأولويات المبينة في البنود المتفقعة لها وفي التوصية الرابعة دعا المؤتمرون إلى تعزيز فعالية تحالف الساحل وجعله منصة للتنسيق والحوار الدائم بين الدول الأعضاء وأخيرا أوصل المشاركون بتضافر جهود الجميع ضمانا لحصول سكان منطقة الساحل وتلك المعارضة منها بشكل خاص لانتشار التطرف العنيف على الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية وفرص العمل وفي مؤتمر صحفي على هامش الجمعية العامة نوهت موريتانيا على لسان وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة سيد عبدالسلام محمد صالح بعمل الرئاسة الإسبانية للتحالف خلال السنوات الثلاث الماضية كما هنأت ألمانيا الاتحادية على توليها قيادة التحالف للمؤمولية المقبلة وأشار سيد الوزير إلى أن مجلس الوزراء الساحل اعتمد خيال اجتماعه في نواكشوت تحضيرا للجمعية العامة برامج اعتبرها أولوية من أجل تعزيز وتطوير المجموعة مبيلا أن هذه البرامج تم أخوها بعين اعتبار في البيان الختامي وخلال هذا المؤتمر الصحفي أشهدت الوزيرة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية الذي يلقاه رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني أمام المشاركين وهو الانطباع الذي عبر عنه أيضا مدير وكالة التعاون الإسباني سيد أنتونيو ليس خلال الردود على أسلة الصحفيين التي تناولت محاول ومواضيع انصبت في مجملها حول خارطة الطريق التي قدمتها موريتانيا لإعادة إطلاق انشرة مجموعة الدول الخمس واستعادة الثقة مع شركة تعزيزا لقدرات الجهات الدفاعية والأمنية لاستدباب الأمن في منطقة الساحل احتضنت العاصمة صباح أمس اجتماع فنية لمجموعة دول الخمس بالساحل وتحالف الساحل يدخل هذا الاجتماع في إطال الأشطة المصاحبة للجمعية العامة الرابعة للدول الساحل الخمس اجتماع فني لخبراء دول الساحل الخمس وتحالف الساحل يهدف إلى مناقشة البرنامج الاستثماري الأولوي للفترة ما بين 2023-2028 وذلك من خلال عرض الأولويات الجديدة ونهج التدخل المقترح والعمل الاستراتيجي للمجموعة والتحالف من أجل دعم تحقيق الأهداف الإنمائية من أولويات اجتماعنا اليوم تزويد المشاركين بالخبرات اللازمة لكي يكونوا قادرين على تقديم عرض تقني حول المشاريع ذات الأولوية الكبرى كما تعلمون لدينا العديد من الأولويات ولكن من بينها طبعا التركيز على الفيئة الأولى التي تشكل هدفا محوريا بالنسبة لنا لكونها تتعلق بثلاثة عشر مشروعا ستعرض ملفاتها على بساط البحث أمام الضيوف والمشاركين لمناقشتها بشكل معمق تحالف الساحل قدم أكثر من ثمانية وعشرين مليار يورو لتمويل المشاريع التنموية في منطقة الساحل وذلك منذ تأسيسه عام 2017 سيداتي وسادتي إنه لشرف لأن أتقدم إليكم باستراتيجية وقضايا مجموعة الساحل أولا قدمت عرضا عاما لتدخل مجموعة الساحل الخمس كما سمحت بنقاش تطور السياق في المنطقة كما سمحت لأعضاء المجموعة بسماع أولويات المنطقة من خلال عرض قدمه رئيس مجلس الوزراء لمجموعة الساحل الخمس وأخيرا وضع أسس لشراكة استراتيجية بحتة كما أدت هذه الجلسة إلى توقيع في هذا الإطار لنسخة منقحة من بروتوكول الشراكة الذي يربط منذ عام 2018 بين مجموعة الساحل الخمس وتحالف الساحل سيناقش الاجتماع الفني لمجموعة دول الساحل وتحالف الساحل مواضيع عدة من بينها تعزيز قدرات قوات الدفاع والأمن لمواجهة عدام الأمن في المنطقة زيادة التعاون وتبادل المعلومات الحكامة الرشيدة والعدالة والتماسك الاجتماعي هذا إلى جانب تعزيز قدرات التنمية والاندماج الاقتصادي للنساء والشبه أده السير الصد والاقتصاد البحري مساء أمس تفقد لمؤسسة سوق السمك من وقشور وقد اطلع الوزير حلال هذه الزيارة على مختلف المرافق التي تضمها هذه المؤسسة والدور الذي تلعبه في تزويد الأسواق المحلية بالأسماك سوق السمك بشاطئ الصيادين في نواكشورت الممتد على مساحة قدرها مئتاء هكتار والذي يعد مرفقا عموميا يوانا بتزويد الأسواق المحلية بالأسماك وتصديرها إضافة للمحافظة على سلامتها وجودتها شكل هذا السوق لا محطات زيارة الاطلاع وتفقد التي بدأها وزير الصيد والاقصاد البحري السيد مختار الحسين لم الوزير تفقد مختلف المرافق التي تضمها المؤسسة التي تلعب دورا رئيسيا في تشغيل اليد العاملة الوطنية حيث يعمل داخل حيزها الجغرافي ما يناهز عشناد بشخص مع ما يقارب والعدد نفسه من المرتادين والمشترين الذين يليجون السوق يوميا وقد تعرف الوزير عن كذبين على مختلف الأدوار التي تطلع بها هذه المؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري في تزويد السوق المحلية بالأسماك وتصديرها إلى الخارج وحفظها في الظروف الصحية المناسبة وتسويقها مع العمل على استقرار أسعار المنتجات البحرية وامتصاص البطالة عبر توفير عدد فرص العمل للصيادين وباعات الأسماك إلى غير ذلك من المهن غير المصنبة التي يستوعبها هذا السوق الوزير زارها ورشة بناء محطة معالجة مياه المجاري والمياه الصناعية التي وصلت نسبة الإنجاز فيها تسعين بالمئة وهي المحطة الممولة من قبل البنك الدولي عن طريق المشروع الجهوي للصيد في إفريقيا الغربية إضافة إلى ورشة بناء السوق الجديدة للسماكين التي تشمل غرفاء العرض وتخزين الأسماك إضافة إلى مصنع للثرج بسعة 20 طن زرنا ثلاثة محطات المحطة الأولى هو السوق المركزي بما فيه من نشاط التسادي هذا يزوره كل يوم حوالي 11 ألف أو 12 ألف مواطن منهم أغلبيتهم عمال المحترفين في هذا القطاع في السيد والبيء وتصدير الأسماك إلى الخارج والمحطة الثانية هي تسوية المياه المصاملة إما في الحياة اليومية أو في مصانع السمك والمحطة الثالثة هي هذا السوق الجديد الذي سيبنى الاحتواء خزان للأسماك والصنع الثلج والتبريد وذلك كل ما يحتاج له هذا السوق أو هذا النشاط كما تعلمون بالتألمات من فخامة رئيس الجمهورية المهمة المصنودة إلينا هو محاولة تنشيط هذا القطاع ليكون السمك على متناول السكان ويكون القطاع أيضا رافع اقتصادي مهم كما تعلمون أن الموريتانيا عندها ثروة سمكية كبيرة ومهمة من الأهم أن تكون بعائدها على السكان وعلى البلد وزير الصيد والاقتصاد البحري رفقة الوفد المرافق له تابع بختام هذه الزيارة عرضا مبصلا حول هذه المؤسسة التي تم إنشاؤها العام 1996 قدمهم مديرها العام السيد سيدي عالي وسيد أبو بكر تناول فيه المهام المنطة بالمؤسسة والتجهيزات الأساسية التي تتوفر عليها والمرافق التابعة لها من عنابر ربيع السمكي وتقشيره وتفريقه إضافة إلى آفاق العمل المستقبلية والمشاريع المجزة وتلك التي ما تزال قيد الإنجاز بهذه المؤسسة الحيوية أدى وزير الزراعة السيد ممو ويبار زيارة تفقودية لبعض إدارات القطاعات المركزية شملت في محطتها الأولى إدارة التخطيط والإحصائيات والتعاون المتابعة والتقييم حيث تعرف على مختلف مهام الإدارة في مجالات التخطيط والتعاون والمسوحات الإحصائية والدراسات وأكد الوزير أن قطاع الزراعة يشكل أحد أهم محاول برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد للشيخ الغزواني حيث تم رصد إمكانيات كبيرة من أجل السعي تحقيق الاكتفاء الذاتي مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب منهجية عمل جديدة وابتكرة تمكن من الاستغلال الفعال لموارد المرصودة ودعا الوزير خلال زيارته لإدارة الشعب الزراعية إلى تكامل أجيال أطور الزراعة واستفادة بعضها من بعض من أجل النهوض بالقطاع ووضع حد الممارسات المعيقة لتحقيق هذا الهدف السامي وفي مختلف محطات الزيارة شهدد الوزير على ضرورة الالتزام بتوقيت الدوام وتقريب الإدارات من المواطنين كما حث على أهمية العمل بروح الفريق وتبني مقاربات عمل مبتكرة تمكن من الاستغلال الفعال لإمكانيات البشرية والمادية التي يتوفر عليها القطاع أدى وزنب المياه والصرف الصحي صباح أمز زيارة تفقد والطلاع لبعض الإدارات التابعة لقطاعه الزيارة تهدف للطلاع عن قرب عن طبيعة الأدوار التي تؤديها هذه المرافق تسيدا لسياسة المتابعة والتقييم التي تنتجها السلطات العمومية تأتي زيارة التفقد والطلاع التي أدها وزير المياه والصرف الصحي رفقة بعض يوطل القطاع لعدة إدارات مركزية بالعاصمة واكشور وبما أن المصادر البشرية هي المحور الأساسي في أي تنمية مستقبلية يراد لها النجاح وقد كانت إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالقطاع هي المحطة الأولى حيث قدمت شروح تفصيلية عن مهم وأدوار هذه الإدارة وبرامجها المستقبلية المتعلقة بتحديث الوسائد والسهر على تدريب المصادر البشرية من أجل مواكبة متطلبات العصر وتلبية احتياجات روادي هذا المرفق إدارة التخطيط كانت المحطة الثانية عند استعرض القائمون عليها الأدوار والمهام المسندة إليها باعتبارها مرتكز تطبيق الاستراتيجيات المستقبلية لدى القطاع المفتشيات الداخلية للقطاع كانت المحطة الثالثة حيث استمع سيد الوزير إلى العديد من الجوانب التي تطلع بها هذه المفتشيات وكان لإدارة الهيدرولوجيا والسدود نصيبها من الزيارة حيث اجتمع سيد الوزير بالمهندسين في هذه الإدارة واستمع إداراتهم وتصوراتهم حول العمل المقام به سعيا إلى الاستفادة من مياه الأمطار عبر الدراسة الهيكلية للسدود وأماكن تجمع المياه في مختلف مناطق الوطن إدارة المياه والصرف الصحي نالت الحصة الأبرز من هذه الزيارة التفقدية نظرا لدورهم المحوري بالسياسات القطاعية وزير المياه والصرف الصحي سيد اسماعيل العبد الفتاح وفي رده على مختلف الاستشكالات وتساؤلات طواقم هذه الإدارات أكد أن القطاع لن يتدخر جهداً في سبيل تدليل كافة العقبات المطروحة من أجل تجاوزها في الوقت المناسب مطالباً في الوقت ذاته بالانضباط في العمل وتسخير كافة الإمكانات المتاحة من أجل تقريب الخدمة من المواطن الدوزر الثقافة والشباب بوريادة والعلاقات مع البرلمان أمز يرتفقد المطلع لبعض المصالح المركزية بالوزارة وتفقد الوزير المديرية المالية والمديرية الإدارية بعض الإدارات والمصالح الأخرى واطلع على سير العمل بها من أجل للطلاع عن قرب على سير العمل داخل الإدارات التابعة لقطاعه تأتي هذه الزيارة التي أداها وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان داخل الإدارات العامة والمديريات المركزية بالوزارة حيث استهل زيارته بالمديرية المالية والمديرية الإدارية واستمع الوزير لشروح تناولت المهام التي تقوم بها هاتان الإدارتان والعراقيل التي تواجههما لقد قمت صباح اليوم بزيارة طلاع الإدارات المركزية التابعة للقطاع وكانت فرصة للطلاع عن قرب مع القائمين على هذه المصالح عن مدى تقدم خطة العمل والعراقل التي تعترضها وهنا أؤكد حرص الحكومة على تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ الغزواني تحت إشراف معالي الوزير الأول السيد محمد بلاد مسعو وكانت كذلك فرصة لطلب من القائمين على هذه الإدارات من تقريب الإدارة من المواطنين دار العمومية من المواطنين وكذلك تطبيق خطة العمل على أكمل وجه مع مراعاة شفافية في التسيير والسرعة في تنفيذ ما أمكن إليه وقد اجتمع الوزير بالمجيري وطواقم باقي المصارح المركزية في الوزارة اتباعا واستمع إلى عروض تعريفية حولها شملت مهامها وأهم إنجازاتها ومن أبرز تلك المصالح لإدارة العامة للشباب والإدارة العامة للرياضة ومديرية ترقية النشر والعلاقات مع البرلمان ومديرية تنمية الاتصال السمعي البصري ومديرية تطوير الإعلام الإلكتروني والمحتوى الرقمي ومديرية الدراسات والتخطيط والبرمجة ومديرية العمل الثقافي ومصلحة المحافظة الوطنية للتراث والثقافة ومديرية الكتاب والمطالعة وكذلك مديرية التكوين هذا المندوب العام لتضامن الوطني ومكافحة الأخصاء تأذر السيد حمود المحمد اجتماعا مع وفد من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تم خلال الاجتماع تقديم الملاحظات حول الشراكة بين الوفد والجهات المعنية في بلادنا بالإضافة إلى تقديم البرامج والنشاطات التي قام بها الوفد لصالح اللاجئين في موريتانيا وفي نهاية الاجتماع عدل رئيس الوفد بتصريح أكد خلاله نجاح برامج الحكومة الموريتانية لصالح اللاجئين نهاية النشرة عدل التذكيذ العلوي وزير الدفاع الوطني يوشح مدير التعليم كلية الدفاع لمجموعة الخمسة بالساحل ويستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي وزير الداخلية واللمكازية يشرف على إطلاق البعثات المكلفة بتقييد المواطنين الذي لم تشملهم عملية التقييد في السجل الوطني البيومتري للسكان البيوم الختامي للجمعية العامة الرابعة لأعضاء تحالف الساحل يشدد على ضرورة تدعم التكامل والتضامن الأقليميين لمواجهة التحديات في المنطقة طابت أوقاتكم جميعاً وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة